بسم الله الرحمن الرحيم وقفنا في صفحة مئتين وسبعة عشرة عند الاختبار النصفي إذن النصفي من كلمة نصف 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 الكتاب نصف الوجبة إلى آخره طيب ومعنى نصفي the meaning of نصفي is half term وسيأتي في نهاية الجزء الثاني من الكتاب الأول اختبار آخر what does that mean? وسيأتي في نهاية الجزء الثاني the second part من الكتاب الأول so book one part two at the end of it we will have another اختبار another اكسام اختبار آخر another اكسام اسمه the name of that one is الاختبار النهائي quاض end term it is the end term is the end term Aksam allahu akbar n term Aksam huge Aksam و أقل الآن يبدأ هنا الاختبار النهائي لكي استخدم ذلك لكي تحصل على الأول breaksة منيتها سبيلتك بها حسنا رجل مسمون مسمون الآن سنبدأ جميع الأخرى مقصدية لا تتقبل هذا المقصد إنه أفضل نحن لم نقصد قبل لم نقصد قبل هذا مقصد نحن لدينا مقصد دين كما قبل قبل فرصة كما قلت قبل قبل تويط أولاً فهم المسموع فهم المسموع أليف استمع إلى السؤال listen to the question ثم اختر الجواب then then choose the answer. So listen to the question then choose the answer اختر هدا فعل أمر yes we have اختر because we have التقاء الساكنين meaning the meeting of two sukoons by which the sukoon under Rabb becomes a kasra but on itself is اختر فعل أمر من الفعل اختر مثلا اختر الطالب الجواب الأب يعني what it means the student chose the answer اختر he chose but you have to be careful when you memorize اختارة what I encourage everybody to do when you use the i form in the past tense because اختارة is also past tense but the he form so when you use the i form you have to drop the the alif it becomes like this اخترت I chose اخترت هادا الكتابة في المكتبة I chose this book in the library then going back to the derivements and they're always he form اختار he chose يختار he's choosing فعل مضارع it's present now and then we have اختار the one we have in the book choose و المصدر the noun of the verb is اختیارا choosing okay مثلا اختیار الزوجة الصالحة أمر مهم في حياة المسلمي choosing the righteous wife is an important issue in the life of the Muslim فهو مختار the one who is choosing or chooser والمفعول كاسم الفاعلي يعني مختار is an اسم فاعل and at the same time what it means في نفس الوقت it's also اسم مفعول that's very special and rare to find an اسم فاعل an اسم مفعول sharing the same noun مختار من المختار who's the chooser the one who's going to choose and also if I say خالدون المختار خالدون المختار خالدون المختار is the one who's been chosen so this is اسم مفعول as well the one who's selected yes 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 okay إذن استمع إلى السؤال ثم اختار الجواب listen to the question then then choose the answer what I ask from you my brothers in Islam is to quickly read over these sentences okay because when I'm going to start with the audio يعني there is not much time to read then so you should read over them and understand all these sentences properly before I start ابدا اول انا start now طيب 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 أشرب القهوة ثلاثة أين يسكن أحمد أربعة في أي كلية في أي كلية تدرسين وخمسة كم ساعة تعمل في اليوم إذن واحد ألف اثنان با ثلاثة جيم أربعة با وخمسة ألف التدريب با استمع إلى العبارة listen to the phrase ثم اكتب الجواب الصحيح then write the correct answer إذن اقرأ هذه الأسئلة في نفسك read these questions in yourself قبل أن أبدأ before I start تبعني على إذنك آه تبعني على إذنك لك تبعني على إذنك سأبدأ الآن إن شاء الله سأبدأ الآن إن شاء الله سأبدأ الآن إن شاء الله أعمل في المستشفى طيب أعمد مهندس يعمل في شركة كبيرة أعمد مهندس يعمل في شركة كبيرة أعمد مهندس يعمل في شركة كبيرة هو يذهب إلى الشركة بالحافلة مايتس يعمل في شركة كبيرة هناك ضوضاء في الخارج الأطفال يلعبون الآن والأطفال الآن يتعلم في الخارج والنافذة مفتوحة محمد مدرس محمد مدرس في المدرسة المتوسطة في المدرسة المتوسطة يذهب محمد إلى المدرسة بالسيارة يذهب محمد إلى المدرسة بالسيارة ويعمل ست ساعات في اليوم طيب لحظة من فضلكم one moment please close the window نعم إذن محمد مدرس في المدرسة المتوسطة يذهب إلى المدرسة بالسيارة ويعمل ست ساعات في اليوم طيب الأجوبة to the answers واحد أين تعمل الجواب في المستشفى اثنان ما مهنة أحمد هو مهندس أر أحمد مهندس ثلاثة أين يعمل أحمد الجواب في شركة كبيرة أربعة كيف يذهب إلى الشركة الجواب بالحافلة خمسة ما مهنة محمد الجواب هو مدرس أو محمد مدرس ستة في أي مرحلة يدرس في مرحلة المتوسطة لا تقول في المدرسة المتوسطة هو يعمل ستة ساعات في اليوم أو يمكنك أن تقول ستة ساعات ثلاثة أكتب الكلمة التي تسمعها write the word that you hear write the word that you hear طيب you can say يجوز حتف الضمير العائد في كلمة تسمعها you can drop the pronoun that is returning to the word الكلمة what is the ha so you can say أكتب الكلمة التي تسمعها that you hear what's easier in English because actually we're saying now write down the word that you hear it the ha goes back to الكلمة الكلمة is feminine word and that's why we use a feminine pronoun that's the ha alif and not تسمعه if I say أكتب الإسم write down the noun الذي تسمعه then we use هو واحد so today inshallah we're going to write down we have eight words full شكل بالشكل الكاملي with full شكل all the حركات why do I say شكل because some words might have الشد okay so واحد كرة واحد كرة اثناني 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 is to the left not down عليم عليم ثلاثة حاد 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 أربعة ماط 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 خمسة كاهل 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 ستة قال قال سَبْعَة سَبْعَة سَعَالَ 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 وَثَمَانِيَةٌ حَرَصَ حَرَصَ هَرَصَ 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 Do you remember brothers when we were doing like you know those words in those tables when we were doing them you know in this book and some might not have focused on them those brothers get stuck now you know when we we were doing give you an example in each chapter we were doing تَابَ and then تَابَ تَلَاقٌ تَلَاقٌ this is one of them you know this is one of them for those who haven't we're not concentrating okay now inshallah as you can see my brothers these are one of them so for example we start with واحد I hope everything is written inshallah we have كَرَّ كَرَّ what means كَرَّ A in other words هَجَمَ he he attacked definitely you don't have to know these words but inshallah today I will explain these words for you what is important now is this is to write كَرَّ like it should be written يعني هَجَمَ he attacked كَرَّ he attacked عَلِيمٌ إِسَسِغَةُ مُبَالَغَةٍ من عَلِيمًا so it's it's a noun from the word عَلِيمًا عَلِيمًا he knew so عَلِيمٌ is سِغَةُ مُبَالَغَةً it's 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 an emphasizing noun because عَلِيمٌ is but عَلِيمٌ العَلِيمٌ is the all-knower okay that's why it's one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala so we have as I mentioned before we have certain patterns they're called سِغَةُ مُبَالَغَةً it shows the depthness and 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 it shows the depthness of that meaning so عَلِيمٌ العَلِيمٌ is the all-knower okay I can be عَلِيمٌ in a certain thing and العَلِيمٌ is the all-knower العَلِيمٌ طيب بعد ذلك حَادٌ حَادٌ means شَاب تقول مثلا you say for example السيف حَادٌ the sword is sharp نعم مثلا ثمانية we have eight sorry let me see نعم we have مَاطَ 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 الرَّجُلُ يعني he withdrew مَاطَ he stepped aside تَنَحَّ in other words تَنَّحَّ we have multiple words for to step aside to withdraw مَاطَ يعني مَاطَ الرَّئِيسُ the ruler of a country تَنَحَّ he stepped aside لَحْدَ مِفَضْلِكُمْ one moment please my daughter is crying إِذَنْ مَاطَ he stepped aside بعد ذلك كَاهِلٌ 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 is the upper part of the back okay so اِحْتَجَ مَفِيهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم the prophet the messenger of Allah he did the cupping taking the blood out what is prophetic medicine he did it at the كَاهِلٌ so anybody that does the حِجَامة he should know where the كَاهِلٌ is because the prophet صلى الله عليه وسلم he did the حِجَامة at the كَاهِلٌ فَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه so on the authority of Anas may Allah be pleased with him قَال he said كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ and he said Anas رضي الله عنه the messenger صلى الله عليه وسلم he used to do الحِجَامة because when you when you use the word كَانَ with the present tense verb it means continuously not only one time كَانَ يَأْكُلُ كَانَ يَأْكُلُ الفَوَاكِهَ he used to eat fruit just not one not one time كَانَ يَشْرَبُ الْعَصِيرَ he used to drink juice it's not something that's just once okay so كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم the message of Allah صلى الله عليه وسلم he used to do الحِجَامة يَحْتَجِمُ is the present tense verb of اِحْتَجَمَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعِينِ he used to do الحِجَامة in الْأَخْدَعِين these are as you can see it's a dual form أَخْدَعُن is one أَخْدَعَان is two but because of we have أَخْدَعَان it's still a part of the neck جُزْءٌ مِنَ الْرَقَبَةِ it's a part of the neck or جُزْءٌ مِنَ الْعُنُقِ we have two words for neck so he used to do there الحِجَامة okay and الحجَام the one that does الحِجَامة he knows exactly where it is والكَاهِل he used to do صلى الله عليه وسلم also الحِجَامة at الكَاهِل الكَاهِل is the upper part of the back and it's you can say exactly in the middle between the two shoulders بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ بِالْضَبْتِ exactly between الكَتِفَيْنِ between the two shoulders so in the top part okay just below the neck and like I said الحجَامة هو نفس الكَاهِل وَكَانَ يَحْتَجِمُ he used to do الحِجَامة لسبعة عشرة he used to do صلى الله عليه وسلم الحِجَامة at the 17th of course of the hijra date of the hijra month the 17th وَتِسْعَ عَشْرَةَ and the 19th وَإِحْدَ وَعِشْرِينَ and the 21st so these are the three days of الحِجَامة رَوَاهُ التِّرْمِدِي رَقْمُ الْحَدِيثِ أَلْفَانِ وَوَاحِدُ وَخَمْسُونَ 2051 وَصَحَحَهُ الْأَلْبَانِ رَحِمَهُ اللَّهِ قَالَ I think let's stop here insha'Allah we will continue in the next class insha'Allah subhanakallahumma وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ استغفرك أو تبليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أَشْهَدُ إِلَا أَنْتَ وَصِقُوا شكرا